بس يا دكتور يعني احنا كنا متوقعين ان احنا المباراة اللي تلعبت في القاهرة واحد صفر خرجت بثلاثة بونت اي محاضرة بتتألم المدير فني بيتواجد فيها في دكار ان انا اأمن نفسي واخرج من بورال بر الامان احنا ما تضغطش علينا لغير لمدة دي اي او تلاتين ثانية اللي في الاول هي بتاعت الهدف الهدف التركيز كان اقل من المعدل الطبيعي انت بعد كده دخلت في مجردات المباراة بقى ليك شكل خرجت المباراة الشوط راولين واحد صفر دخلت في الشوط التاني باسلوب معين بقى عندك لعيبة لها شخصية في الملعب يخص بالاسم رقم واحد امام عشور نمرة اتنين حمدي فتح الشناوي كل دول موجودين عوامل المساعدة ان انا اروح لمرمة مندي كانت عن طريق شوية تريزيجي بس بدون تفنش على المرمة منزيزه بايجابية على المرمة دخلنا في مجردات المباراة كروش نرفع له قبعة انه وصل مصر بطولة الامم نهائي واحنا كل الناس مافيش حد كمتوقع رياضي او لاعب او صحفي ان احنا خرجين خرجين من الادوار الاولين والموقف التاني انه هو وصل بمباراة السنغال اللي هو الجزء التاني من المشهد التاني الى المائة وعشرين ديئة احنا خلاص احنا مش هنندب على اللي حصل خلاص احنا خلصنا خلص الموقف مباراة هما فرحوا احنا زلنا شوية احنا بنقول العالم كله بيساند صلاح عشان ينهي على موقف الفشل البسيط ودعم عشان اوصل للنجاح اللي مفروض يتعامل قدامي اربع سنين اشتغل فيهم باسلوب متطور ايا كان اسم المدرب احنا دلوقتي بنختلف كروش هيبقى موجود الاسماء المطروحة كابتن حسام حسن كابتن احمد سامي كابتن علي مهر ايا كان من الاسماء اللي موجودة تمسك منتخب مصر احنا عايزين النجاح احنا بندعم ما بننقودش في الوقت ده عايزين نقول ان الشغل انتهى من دكار نبدأ بقى في الملف هيجددوله الناس اللي عايزة تهد الكيان لا ده لازم الراجل ده يبقى يتحاسب هو مين اللي جابه وازاي يبقى موجود وهو قال لك انا مش عايز حاجة من البطولة العربية ولا انا بفكر في بطولة امم انا من احسن المدربين او العشرة المصنفين اقدر اوصل الكاس على احنا لا تعايزين نعرف المسؤولين عن الكرة في مصر الناس هتشتغل على وجوده خلاص الملف يتقفل الصحافة تقل شوية الميديا تقل الكلام بقيت هي اصعب حاجة دلوقتي من التلفزيون ومن الصحافة بس ده شيء طبيعي كنتا عمر انه يعني الصحافة تتكلم دلوقتي والميديا تتكلم لانه يعني حدث كبير ما اختلفناش بس مش هحمل كل الموضوع ده انا الميديا انا تعبت من كتر الرؤية صلاح 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 ما هو صلاح ده اللي كان في ماتش الكونغو وكسبنا اتنين واحد ووصلنا ما صلاح ده حاجات احنا متوقعناهاش خلاص احنا مش هحمل او الشماعة اللي انا هعلق عليها الموقف صلاح ما قداش وهما اللعيبة دي بتشوت اصلا ضربات جزاء هي اللعيبة دي كانت اصلا معمول حسابها احنا بنتفرج اما هما جوه البصات الاخضر وجوه غرفة محضرة اشتركوا في القناة